معانا سيدة أمو عبد الرحمن أهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعد ذلك مولانا كنت أسأل حياتك في موضوع قراءة القرآن الكريم كأسكار صباح ومساء للحائط لأن موضوع ده فيه خلاف كبير قوي يعني أنا سأل درقفتة كذا مرة فيه والله يبساط درقفتة أربع خمس مرات وبصراحة كانوا بيؤكدوا لي أن ما فيش يعني ده إجماع عن الفقراء أن حرام تماما قراءة القرآن الكريم أسكار صباح ومساء للحائط بالمطلق وأكدوا لي كذا مرة أتى أربع مرات الشيخ يا مولانا اللي بيحفظنا كرقام في الجامعة واللي هو مع الدكتوراه في الشريعة واللي هو مفتي في المنطقة الأزهارية في اسماعيلية بيؤكد أن فيه خلاف فقهاء وأن أنا منحقي قراءة القرآن الكريم للدراسة أو لأسكار صباح ومساء أنا طلخبط أنا ما تطلخبطيش ولا حاجة إحنا عند دولاتي عندنا حاجة لطيفة خالص أنت كل الحكاية أن أنت ما قلتلوش شوية حاجات أول حاجة أنت بتقولي أن أنت تقرأ القرآن على سبيل أذكار الصباح والمساء فأنت لما بتقول القرآن أنت لا تقصد القرآنية هو الممنوع أن أنت تقرأ القرآن بمدخل القرآنية لكن أنت لو بتقول القرآن على أنه ذكر يعني مثلا على سبيل المثال لو أننا ربنا لا تؤخرنا إن نسينا أو أخطأنا واحدة بتقول وهي حال ولا عليها شيء لأنها قصدت الدعاء وقصدت الذكر والذكر لا يشترط فيه الطهارة الذكر لا يشترط فيه الطهارة فإن كنت بتقول القرآن من باب الذكر لا من باب تلاوة القرآن فيجوز فيجوز لأن دوت من قبيل الذكر وليس من قبيل القرآنية كلام دوت ينص عليه تجد كلام دوت في مسألة النية وهو بينص عليه الإمام السيوت في الأشباه والنظائر أن أنت مش قصدة القرآنية لكن قصدة إيه؟ قصدة ذكر أنت بتذكري الله فالآيات اللي بتأتي فأنت قصدة أن أنت تقولي ذكر لأن القرآن ذكر قرآن ذكر لكن لما تقصدك قرآنية لا عشان مسألة أن القرآن يحتاج إلى التهارة الكبرى طيب المسألة التانية أنت بتسألي بتقولي أن أنا كمان بذاكر وبراجع لا كمان يجوز للمرأة إذا كان عليها ورد مراجعة أو إذا كان التهيب تمتحن أو بتذاكر يجوز لها أن تتلو القرآن أيضا وذلك جائز لها أيضا خلاص يا أمو عبد الرحمن وأظن أن أنت كنت محتاجا أن أنت توضح السؤال بطريقة أوضح من كده ولكن لكن في مسألة مهمة يا أمو عبد الرحمن أنا مش عايزك وكأن السؤال عندك فيه قدر من الوسواس فأنا مش عايزك تتوسواسي وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك وهو دات العليل فتوى في دار الإفتاء المسالية و في الحلق أضح من المسال B